بما ان حضرتك وحضرتك بنقضي اغلب وقتنا في الشغل فمحتاج تاخد معلومة كده على وجه اليقين ليست دائما بيئة العمل صحية فلا تصدم في بيئة العمل ايوة تراوحش متدايق ده العادي زي ما انت لما بتشيل كده اوزان تقيلة في الجيم مش بتراوح تشتكي ان الحديد تقيل في الجيم هو كده هو المنطقة دي كده فيها pain no pain no gain فيها معاناة عشان يحصل نمو طبيعة العمل فيه بني ادمين مش ملايكة والاصل في الانسان النقصان احنا فينا نقص مش كاملين الكمال لله ورسوله فلما النقص ده يتحطي كمان على بيئة تنافسية على المكانة الاجتماعية والوضع والرزق لأ ممكن ناس تبقى شغالة على نفسها فالبيئة دي تطلع احسن ما فيهم وناس مش شغالة على نفسها فيطلع احقاد ويطلع تنافسية غير شريفة ويطلع العصفورة اللي بيفتن عليك ويطلع الانتهاز اللي عايز يدوس على لقابتك عشان ياخد مكانك ايوة ما تتصدمش تروحش مصدوم خذ الموضوع ده كتحدي انك تركز في شغلك مش تروح عندك قلق واكتئاب واحباط ودول تلت مشاعر في الاحصائيات بيصيبوا الانسان اللي بيصدم في بيئة العمل وبيقولوا برضو في العلم ان بيئة العمل فيها ناس تربيتهم مختلفة وثقتهم في نفسهم مختلفة وقدراتهم على ادارة الخلاف مختلفة التلات اسباب دول اتربأ ان التنافسية لا اهدوس عليك مش احنا الاتنين ننجح لو انت انجحت معناها فشل سموه عقلية النضرة لكن ما ينفعش نتعاون واحنا الاتنين ننبسط ونرزق العقلية الجميلة دي مش عنده ما ترباش عليها رقم اتنين فيه فقدان ثقة في النفس لو انت بتلمع يبا هو يضيع ويترفض مع ان انت ممكن تلمع وهو يساعد وبعدين للشهر الجاي هو اللي يلمع لا فقد الثقة في النفس بيتهز زي ما الشيطان كده شاف سيدنا ادم قبل ما ينفخ فيه الروح قاعد يبصله كده وقال لو صلطتوا عليك لأهلكنك بحد تكلمك ربنا خالق شيء الملايكة بتبصله بحكمة والشيطان بيبصله بخوف فقدان الثقة في النفس اما السبب التالت اللي هو عدم القدر على ادارة الخلاف لما بنختلف مع بعض اممكن يأذيك قوي قوي واحنا طبيعا ان احنا نختلف في بيئة العمل لانها بنا تعاملات للنهار وبالتالي لو سمحت ما تتصدمش ليه بقولك ما تتصدمش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس في السوق في بيئة العمل لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا بيقول النبي عليه السلام بينهاهم عن امراض العمل التحسس ان انا اعود ايه عايز اعرف عنك معلومات كده ايه عشان افهم بتشتغل ازاي بس بطريقة وانا مش مستريح انا اكشفك كده ولا تجسسوا اعرف اخبارك وانا ادهى للمدير العصفور ولا تدابروا ما تتكلموش على ضب بعض في ظهر بعض ولا تباغضوا ما تتعاملوش بعنف مع بعض المفروض الشغل ده بيئة بيئة التعاون كلنا بناكل من طرطة واحدة فما تتصدمش وخدها كده على وجه اليقين ممكن زميلك يبقى بيشتغل على نفسه وبيحسم من نفسه فكل يوم تلاقي انسان اجمل في بيئة العمل وممكن زميلك او زملتك ما يكونش مركز الا في خوفه على الرزق ومن هنا بتطلع العداء ايه عايز اقول لك ايه يا صديقي وعايز اقول لحضرتك ايه ما تروحش من دايق عادي لو الشغل مش مريح بالنسبة لك من حيث البشر ضد طبيعي ويحمد ربنا اوي اوي لو بيئة العمل بتاعتك صحية ولو بيئة العمل بتاعتك مزعجة تحمل على قد ما تقدر تركز في شغلك امشي عادل يحترع عدوك فيك زي ما علمونا في الامثال ودعي ربنا بالتوفيق والمدد والسداد لكن على وجه اليقين بلا شتات لو سمحت اطمئن ولا تصدم اذا رأيت نقص في المعاملة في بيئة العمل